نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ذلك بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظف الأمانة العامة للجامعة العربية وبدأت الوقفة التضامنية بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين والوقوف دقيقة صمتا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وأناب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة